اليوم يا جماعة في عنا حاجة جديدة اليوم بدنا نطبق حاجة جديدة وهو عبارة او وهي عبارة عن الوجيتس الجديد طبعا شاومي اللي ارسلتنا اياه بشكل رسمي منقدر نحطه على واجهة 13 و 12 ونص وواجهة 14 شايفين الاشكال هذي كلها الوجيتس الجديد هذا بقدر احطه على موبايلاتنا الآن 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 وليس غدا هيا بنا اللايك لحبيبنا ايهاب الصرفاندي وخلينا نروح نشوف التفاصيل يا حبيب الكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين واليوم منقدر نحط الحاجات الجديدة وهذه عبارة عن شغلات جديدة اول مرة بتزهر لأول مرة بتزهر زي ما بقول لك وبشكل رسمي من شاومي منقدر نحطه على موبايلاتنا الآن واحد واحد شايفين انتم الشكل هذا هذا الوجيتس بقدر احدفه بقدر احركه بقدر اجيه بقدر اوديه والشكل الايقونات اللي موجود معنا كيف شرايكوا فيه الشكل حلو ولا لا وهذا الكلام كيف هنا شاشة القفل كيف يمعلم تمام نيجي نطلع من هذا المكان ونيجي للجهاز التاني مسلا هاي نوت تمانية نوت تمانية نفس الشي نحظين تدخل على الثيمات تدخل على الثيمات جايك شايف كيف تمام تمام نوت عشرة برو نوت عشرة برو تمام يا باشا مية المية احداش نوت احداش شايفين نوت احداش يعني انا جبت كمان نوت احداش بمتعمد علشان ورجيك كله هذا بينطبق على هذا طبعا واجه 13 وهذا 13 و 14 مشكلات الان في عنا اول حاجة نمسك هذا الجهاز عشان فيه هنا شغلة لازم احنا نعملها ملاحظين الايقونات اللي موجودة معنا كيف شكلها بالله عليك كيف شكلها طبعا هذا الوجيتس اللي احنا معروف تبعنا اللي بيجي على واجه ايش اللي بيجي على واجه اربعة عش هذا الوجيتس اللي عنده 13 مش موجود عنده ولكن احنا في عنا الحاجيات الجديدة اللي بنا نضيفهاあります جهنا اضافة نغمة رنين هتيجي في نغة رنين من المسجل والمدير الملفات من الموسيقى ومما بدك بتضيف النغمة مباشرة ودخلنا على تطبيق الثيمات التهمات تدخل زي هيك على الثيمات مباشرة ايضا في تطبيق الثيمات تدخل في الداخل تمام هاي حتى جاب لك ثيم جديد بتعمله تنزيل تمام اي اسم جديد نزله شكله هاي شكله حلو تمام في عنا هانا كمان شيطات جديدة الرائجة يوجد ثيمات رائجة كيدا привет كدا Rot ecc فالجديديته تدخل على ثيمات جديدة تدخل على ثيمات رائجة Fight شحة الكف الثوجة ايضا الان. كيف بنا نعمل هذا الكلام? ركز معي هنا عشان تعرف تعملها بشكل صحيح. اول حاجة الحاجيات هذي اللي ظهرت عنا لو اجينا عملنا زي هيك. حدف. 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 لز. لز. هذي منضيفها من هذا المكان. بنعمل زي هيك. وبنيجع على الاضافات. وبننزل تحت. بننزل تحت. ننزل تحت. على الاخر. في حاجة اسمها الثيمات. شايفها? الثيمات. هذي الثيمات اللي موجوده معنا اللي جديد. مسلا برضو اضيف هذي. بتعمل زي هيك ازا في منطقة فاضية. بقولك لا توجد مساحة. بتمسكها زي هيك. وبتحطها في المكان هذا مسلا. نيجي للي بعدها. ننزل تحت. نيجي للي بعدها. تمام تم اضافتها. نيجي للي بعدها. هاي تمام تم اضافتها. خلينا نحركها هادي هيك. ونجيب هادي هيك. تمام. ونجي نعمل تاني. ننزل على اللي بعدها. خلينا نحطهم كلهم. تمام. في كمان وهي واحد انتين ثلاثة اربعة. في عنا كمان. هما كم واحدة خمسة ولا زيت واحدة انتين ثلاثة اربعة. وهي خمسة. ها طبعا مش مش واسعة من اعمالها نحطها هنا. صارت موجودة هنا. ممكن نحطها في مكان تاني. هي انا حطتها هنا اصلا. بتقدر تحطها اكتر من واحدة. يعني هي مش لازم الان. هوب. هوب. طبطة طويل. هوب. بلي صراحة. تمام. هنا هذا من وما شفت الاضافات اللي انا جبتها منها. هادي هتكون عندك بنفس الشكل. وفي عندنا الايقونات هادي. الايقونات هادي والشكل القفل اللي موجود معنا هنا شكله حلو. صح? هنا عندنا الكاميرا البطارية والامور الرائجة والامور اللي حلوة الزاكية زي كويغا. اذا ما حطتش لايك حط لايك يا باشا. لانه انت مكسل. طلع ايدك من تحت الفرشة وحط لايك. او طلع ايدك من جيبتك وحط لايك. عشان نظهر هذه الحاجيات لازم نحتاج هذه الشغلة. نجيب جهاز جديد تاني. جبت لك نوت 11. هذا نوت 11. هذا نوت هذا نوت عالم وهذا هندي. هذا جهاز هي نوت 11 13.0.4 نطلع من المكان تبعه. نيجي الان الامور الحاجيات الجديدة مش موجودة صح? ولا حتى مبينة. طيب. لو اجينا عملنا زي هيك. واجينا على الاضافات. هل بدنا نلاقيها? طلعوا عيان. مش موجودة. لو دورت عليها مش هتلاقيها موجودة. ولا مذكورة بالمرة. ودورها في الجهاز تبعك مش هتلاقيها. هيكون معنا في صندوق الوصفة في قناة التليجرام الرابط بتنزله تحديس تطبيق الثيمات. لو اجينا على تحديس تطبيق الثيمات الجديد هنلاحظ انه في هنا تحديس تطبيق الثيمات هنعمل تحديس زي هيك زي زيكم. طبعا اول مرة زي اول مرة لازم تعمل له سماح بتتبيث التطبيقات من مصادر خارجية. وهي موافق. وهي تحديس لتطبيق الثيمات. بعمل له فحص الامان الطبيعي. هيكتب لك فتح هتعمل له فتح. بعد ما تعمل له فتح. تطلع زي هيك. تسكر كل التطبيقات في الخلفية. تمام? تيجي الان بعد ما تعمل تحديس لتطبيق الثيمات. بتعمل زي هيك. بتقول له وينك يا معلم? وهنا بتجي تقول له الاضافات. وبتنزل الاخر. هتلاقي الحاجيات ظهرت هنا. في هنا شغلة بدي نبه لها. في عنا بعض الاجهزة اه انا شفت اجهزة بوكو ما ظهرت فيها. اما هاي النوت احداش ونوت عشرة برو واغلب الاجهزة ظهرت فيها. في ملاحظة انا بقول لك اياها ممكن تزبط معك وممكن ما تزبط. بتحول الدولة الدولة. اللي عندك عشان ازا ما ظهرت عندك. تحول الدولة. تحول الدولة لمين? لكوريا الجنوبية. يعني بتروح هنا على الاعدادات. على الاعدادات الاضافية. انا حاطت فلسطين. صح? بتكتب هنا كوريا الجنوبية. وهي كوريا. هاي ها الجنوبية. بتعملها كوريا الجنوبية. وخلصنا. ممكن تزبط وممكن ها ها. ما تزبط. بس فلكن اغلب الاجهزة هي ظبطة. معي اجهزة البوكو ممكن ها وتعمل معها الكلامات. نيجي الان بعد ما هاي جينا على الاضافات. وهي عنا مسلا النغمات الرنين. ويجعل اضافات تاني. نختار التانية. وني جي نعمل هيك. ونشيل هادي من هذا المكان. ونحط بدالها الجديدة. الحاجة الكويسة. وهي كمان حاجة. فانت الان في قلب الحدث. تمام. خلصنا من هذا الكلام. في عنا حاجة تانية بتعطيك اياها الان. تعملها على جهازك. تجي على تطبيق الثيمات زي الاسد. وتبحث هنا زي الاسد برضو عن هذا الثيم. واسم الثيم هايو نعمله تنزيل. شايفين الاعلانات هادي اللي بتزهر? شايفين كيف هي المفضلة? ممكن تحط الثيم اللي انت مسلا تختار وتحطه في المفضلة. شايف هادي? هنا مسلا المفضلة. هايو. طبعا لازل تكون عامل حساب. هذا الجهاز فيش في حساب. تكون عامل حساب بيتم حفظه في المفضلة. فانا هنا الثيم اللي نزلته ما يتعينه جاهز. نيجي نعمله تعيين لكل اشي على الجهاز. وبيصبح جهازك مختلف تماما. تطلع معي الشكل كيف? وهي عنا مركز التحكم كان رصاصي. اصلا اصبح شفاف. وهذا الجهاز عشان نسخة هندية. ممكن تيجي تشوف الاختصارات هذه الموجودة عنا. الوجي تسلم موجود في النسخ الهندية بالشكل هذا. ما بيكون في النسخ العالمية. يعني بيجي فيه المكان هذا في الاعدادات. وعلى المزيد. وهتلاقي فيه هنا الشاشة. في عنده ولا شيء ومنصة التطبيقات. يعني منصة التطبيقات هنوجود عشان هيدا نسخة هندية في الريد مي نوت 11 الموجودة في زي النسخ الاندونيسية. عشان يكون الشكل حلو ومتكامل. الايقونات بتروح على الاعدادات هنا بتكبرها. عشان يكون الشكل احلى. حجم الايقونات خليها كبيرة. هتلاقي الشكل الاز واحلى. وهذا ما كان لدينا في خلال هذا الفيديو. نلتقي في فيديو جديد. لا تنسى الدعم بالاعجاب يا غالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.